السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين أسعد دائما بالتواصل معكم يا رب دائما تكونوا بخير وفي أتم السحة والعفاية دائما يا رب طريقة لها معجزات ربانية عجيبة وغريبة كلها أسرار ربانية مكنونة بفضلها يستحق لك ما تحتاج إليه وتتمنى فالذي نفسي بيدي أن لهذه الطريقة معجزات ربانية عجيبة سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة التي لا يعرفها أغلب المسلمين في هذه الحلقة سوف نخبركم بها فإذا فعلت هذه الطريقة سوف ترى في عينيك معجزات وبشارات ربانية عجيبة وغريبة جربها لن تخسر أي شيء بل على العكس تماما ترى في عينيك المعجزات والبشارات التي سوف تحدث معك بعد أن تفعل هذه الطريقة سوف يتحقق الحلم الذي كنت تعتقد أنه مستحيل فيا سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة إني أسألكم بالله أن تغطروا التعليقات بالصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تضغطوا على زر الإعجاب تعلمون لماذا لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسى الدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا سرنا اليوم هو آية عظيمة مباركة تقرأها بهذا العدد وبهذه الطريقة النورانية المجربة ولن تصدق الرزق الذي سيسب عليك والمال الوفير الذي سيأتيك وأنت في مكانك أحبتي في الله كل من طبق هذه الفائدة إلا وراء الخير يدخل بيته والسعادة تملأ حياته والرزق الوفير يسب عليه ويدوم عليه هذه الفائدة ستحقق بها المعجزات وترى أسرار النورانية عظيمة جدا في حياتك أحبتي في الله هذه الفائدة تعتبر من المجربات العظيمة جدا التي طبقها العديد من الناس ورأوا خيرها وكذلك أثارها العجيب والسريع في كل أمور حياتهم والتجربة خير برهان ولتحقيق معجزة اليوم إن شاء الله طبقوا أحبتي في الله هذه الفائدة وستندهش من قوتها في تحقيق كل أمنياتك وقضاء كل حوائجكم لا تفوتكم أبدا هذه الفائدة في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل أبشروا بعدها بمعجزات في الرزق لن تخطر على بالكم أبدا فهذه الآية أحبتي في الله هي آية القضاء العاجل والفرج السريع آية معجزة لها من الأسرار ما يعجز العقل عن التفكير فيها والله إذا طبقت هذه الفائدة في طلب الرزق ستكون إن شاء الله بإذن الله من الأثرياء والأغنياء بإذن الله تعالى وسيصب عليك مال ورزق تتعجب له بفضل الله تعالى وسوف يفتح الله لك جميع أبواب الرزق وينزل عليك من السماء رزق واسع كالمطر يسب عليك صبا صبا إذا كان لك طلب أو حاجة أو أمنية وظننت في تحقيقها أنها صعبة أو مستحيلة أو إذا كنت تظن هذا بفضل الله تعالى سوف تتحقق لك هذه الأمنية وتجدع لك هذه الحاجة بلمح البصر في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الفضيل بأمر الله فطبكوها أحبتي في الله لازم يكون عندك يقين تام في الله لن يردك الله وبأن الله سبحانه وتعالى لن يردك خائبا أبدا فالشك هو الذي يفسد الفوائد والأدعية لا تستجاب لأنه عندك شك في الله سبحانه وتعالى والعزبالله استغفر الله دائما لازم يكون عندك يقين تام أن الله سيستجيب لك لا محالة هذه الأفكار لازم أن تطردها من بالك ولازم أن تتخلص منها ويكون عندك يقين أن الله سيستجيب لك بدون أدنى شك يعني يكون بالفائدة توكل على الله وكن بالفائدة وكما نقول دائما اعزم على الله وتوكل عليه وكن بالأسباب والكمال على الله فهذه الفائدة قوية جدا للقضاء على كل الأصحار سحر المدفون أو السحر المأقول سواء كان السحر المدفون أو سحر المأقول أي سحر كنت تعاني منه كذلك قوية جدا في القضاء على العين والعلاج من العين المتراكمة القديمة التي تعتبر من أقوى التعطيلات فإن شاء الله ستعالج منها وكذلك طاقة الحسد ممكن تكون مسلطة عليك طاقة حسد وهي التي سببت لك وقف الأحوال إن شاء الله كل هذه الأمور ستقضي عليها وكذلك يعني الطاقة السلبية التي تعاني منها أو التابعة أو المس الشيطاني كل هذه العوارد والموانع سوف تقضي عليها بأسرار هذه الآية وكذلك ستجلب لك الخير والرزق الوفير المدرار من أموال كثيرة إن شاء الله وبإذن الله التوفيق في العمل أو في الدراسة والزواج وكل ما ترغب إليه من قضاء الحوائج والأمنيات بإذن الله ستتحقق وتتأثر لك بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأسرع ما يلزمك ببتي في الله أولا تكون طاهر الثياب والبدن وتكون في مكان هادئ تكون منعزل عن كل الناس غرفة تكون هادئة منعزلة عن كل الناس تستقبل الكبلة في هذه الغرفة تستقبل الكبلة الشريفة إذا كنت على طهارة وعلى ودوء وللنساء التي عليهم عذر شرعي ممكن تطبيق الفائدة من غير طهارة أو ودوء أن هي أبلغ من العمل تستقبل الكبلة الشريفة وأول شيء تقوم به هو أن تردد أولا تستفتح الفائدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تريد وأفضل الصيغة والصلاة الإبراهيمية التي تقول في التشاهد وبأي عدد ثم تذكر هذا الزكر العظيم وتقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده تردده مائة مرة ثم بعد ذلك تقرأ هذه الآية العظيمة المباركة الشريفة ثلاثة وثلاثون مرة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم هذه الآية العظيمة من سورة الضحى آية قوية جدا تكفي أن تتمعن وتتدبر في معناها وستحس بالرضى وتحس بالتفاؤل والفرعة والإتمئنان أن رزقك إن شاء الله سيصلك بدون أدنى شك رزقك سيأتيك ويدخل بيتك وستنعم فيه إن شاء الله بإذن الله تردد هذه الآية ثلاثة وثلاثون مرة ترددها بيقين وبدون أدنى شك وبأن الله تعالى سيسب عليك الرزق بإذن الله سيسب عليك كل الخيرات حتى أكثر من الرضى إن شاء الله وتندهش من قوة وأسرارها زي الآية العظيمة ثم بعدها بعدما تكررها ثلاثة وثلاثون مرة تقرأها بعد ذلك دون أن يقاطعك أحد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات بالسيغة الإبراهيمية مرة أخرى بعد ذلك اختم بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشكاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفورة لهم في هذا الشهر الكريم اللهم ارزقنا العمر وزيارة بيتك الحرام في هذا الشهر المبارك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد الذي تنحل بها العقد وتنفرج به القرب وتنقضي به الحوائش وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم ادعو الله من قلبك الخالص واسكر كل ما تتمناه في دعائك اطل في دعائك وعلح فيه لأن الله يحب العبد الملحاح وان شاء الله لن تقوم من مقامك إلا وقضيت كل حوائجك وتحققت لك كل أمنياتك ورأيت الرزق الوفير يدخل بيتك بدون استئزان في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل وكما قلت لكم أحبتي في الله أهم حاجة التفاؤل ويكون عندك يقيم بالله بعد ذلك اترك النتائج لله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب فتمنى أن تقوموا بها وتكون فاتحة خير عليكم وترون بعدها كل ما يسركم وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير